إلى شعب مصر العظيم وجيش مصر العظيم والشرطة المصرية ووزارة الداخلية وسيادة النائب العام حمد الصاوي والنيابة العامة داخل جمهورية مصر العربية خبر هام جدا تم صدوره منذ ساعات قليلة داخل مصر منع ظهور رامز جلال في أي برنامج إعلامي داخل جمهورية مصر العربية هذا الخبر صادر من جمهورية مصر العربية وتم نشره في جميع الجرائد الرسمية حيث أنه صدر وقرر الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين داخل جمهورية مصر العربية منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية سبت بأن رامز جلال غير مقيد مرة أخرى غير مقيد بنقابة الإعلاميين يعني غير إعلامي أو حاصل على تصريح مزولة مهنة وهي مهنة الإعلام داخل مصر يعني مش إعلامي بالبحث في الجداول ونقابة الإعلاميين سبت أنه غير مقيد بأي في جداول نقابة الإعلاميين وهذا هو مخالف لقانون مصر ومزولة مهنة الإعلام لما تنص عليه المادة 2 والمادة 19 من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 وأيضا تم صدور بيان رسمي من مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية على أن رامس جلال يعتبر غير سوي نفسيا حيث أنه بيدعو إلى السادية وهذا لا يتناسب مع عرف الأسرة المصرية وكيان الأسرة المصرية داخل مصر كل ما يتم فعله ويتم تمثيله داخل هذا البرنامج هو دعوة إلى العدوانية والسادية وبنعلم أولادنا وبنعلم بناتنا وبما سوف يكون في المستقبل خطر خطر هذه النوعية من البرامج خطر على مصر خطر على الكيان المصري خطر على الأسرة المصرية على نعلم أولادنا خصال وصفات جيدة لكن ما نعلمهاش العدوانية بناء عليه هناك شكاوي مقدمة ومحاضر مقدمة إلى سيادة النائب العام حمد الصاوي داخل مصر وننتظر عدالة القضاء المصري وعدالة النيابة العامة لصدور قرار مصري أصيل من قبل سيادة النائب العام تجاه راميس جلال وكل احترامي وكل تقديري لقضاء مصر وقضاء مصر والنيابة العامة داخل مصر هذا الخبر تم نشره منذ ساعات قليلة ضد راميس جلال من قبل نقيب الإعلاميين وتم نشره في الجريدة الرسمية داخل مصر شكرا حافظ الله على مصر وكيان الأسرة المصرية وعدات وتقاليد الأسر المصرية شكرا سلام عليكم